البحث الثالث الذي بين أيدينا هو بحث يتحدث عن الأساليب التربوية عند الإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام للأستاذ الدكتور نعمة عبدالصمد الأسدي فليتفضل مصحوباً بالصلاة على محمد وآلي محمد اللهم صلى على محمد وآلي محمد أستاذ الدكتور نعمة عبدالصمد حسين الأسدي أستاذ العلوم التربوية والنفسية في جامعة الكوفة بكلية التربية المختلطة حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة بغداد كلية التربية ابن الهيثم لديه 22 بحثاً منشوراً لديه كتاب مؤلف في حقل الاختصاص بعنوان أخلاقيات المهنة مفاهيم وتطبيقات شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية لأكثر من خمسين ندوة وعشرة مؤتمرات علمية محلية وعالمية ناقش العديد من رسال الماجستير والدكتوراه في جامعة بغداد وبابل والقادسية مدرب في دورات التأهيل التربوي لأعضاء حيئة التدريس وفي دورات التطوير التربوي للمدرسين والمعلمين في مديرية تربية النجف مدرب مؤتمد في دورات منظمة اليونسكو منظمة اليونسيف ومأحد التطوير التربوي مدرب لبرامج التنمية الاجتماعية في محافظة النجف الأشرف حاصل على كتب شكر وتقدير لأكثر من مائة وخمسين كتاب شكر وتقدير من السادة العمداء ورئيساء الجامعات ومعالي السيد الوزير حاضر في دورة حقوق الإنسان الثانية والثالثة المقامة في كلية القانون قدم أكثر من مائة دورة في التأهيل التربوي وأيضا لأكثر من مائة دورة لمعلم العلوم والكيميا والفيزياء والأحياء بالصراحة سيرة ذاتية كبيرة أيضا شارك في أكثر من ثلاثين دورة تطويرية لمعلمة ومدرس المدارس الأهلية موفق إن شاء الله جناب الدكتور نعمة تفضى دكتور بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الذي يرحم من لا ترحمه العباد ويقبل من لا تقبله البلاد والصلاة والسلام على رسولنا الأكرم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين السيد الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة المحترم السيد أمين الأمين العام نائب الأمين العام للعتبة العباسية المحترم السادة الحضور العلماء الأجلاء اسعدتم مساءً وأهلاً وسهلاً بكم في رحاب هذا المؤتمر سيكون البحث الذي سأقدمه بعنوان الأساليب التربوية عند الإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام سأعرض على حضراتكم أهم المحاور التي سأقدمها خلال الوقت المتاح لي سأتحدث عن مشكلة البحث ثم أنتقل إلى أهمية هذا البحث وتحديد مصطلح مهم سيرت بعد قليل وسأعرض عن الدراسات السابقة التي كانت مقاربة إلى هذه الدراسة ومنهجية البحث وأهم النتائج وسأحاول ضمن الوقت المقرر أن أعرض أكبر عدد ممكن من النتائج ثم نصل بالأخير إلى الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات لأنه مثل ما لاحظت من خلال جلسة صباح هذا اليوم التي تناولت تراث الإمام الرضا سلام الله عليه وهذه الجلسة التي تتناول تراث الإمام الجواد وجلسة يوم غد أنه معظم السادة الحضور الذين يشكرون على الباحث يريدون ما هي النتائج العملية التي سيخرج بها الباحث بحيث من الممكن تفيدنا في حياتنا اليومية لذلك سأيضا أتطرق إلى أهم الاستنتاجات والتوصيات في التمهيد لا بد القول أنه مجتمعنا الحاضر يواجه مشكلة نقدر نعبر عنها هي مشكلة الاستلاب الحضاري بمعنى أنه شبابنا خصوصا الذين يدرسون تدرس لهم بعض المفاهيم وبعض النظريات مع العلم أنه تراثنا زاخر بنظريات ورؤى وأفكار وخصوصا فيما يرتبط بتراث المدرسة الإمامية وأعني تراث أهل البيت عليهم السلام لذلك تم إيهام أجياننا بأنهم أمة بلا فكر لذلك أعتقد ما تقوم به العتبة العباسية من خلال مركز العميد وغيرها من المؤسسات الكثيرة المرتبطة بها وكذلك العتبة الحسينية المباركة لتسليط الضوء على هذا التراث العظيم وتجلى أو كان الأمر أبعد من ذلك بحيث تراث المدن المقدسة كتراث النجف الأشرف أو تراث كربلاء أو تراث الكاظمية وغيرها أنتقل الآن إلى مشكلة البحث المشكلة من الممكن أن تتمحور حول جانبين مهمين الجانب الأول أنه كل من يتابع ما كتب عن الإمام الجوات سلام الله عليه يجد أن معظم الباحثين وحتى قيمة مؤتمرات في بعض الجامعات حول تراث الإمام الجوات يجد أنها ناقشت القضايا العقائدية القضايا الفكرية وحتى القضايا المرتبطة بالجانب السياسي لكنها لم تناقش بعض المضامين وبعض الجوانب التربوية فهي الجنبة الأولى في المشكلة والجنبة الأخرى أنه كما تحدث الزميلي دكتور فاضل قبل قليل أنه المؤسف أنه شبابنا في الجامعات حينما ندرس وخصوصا كليات التربية وكليات إعداد المعلمين حينما ندرس طلبتنا ندرسهم نظريات قد تكون غربية بعيدة عنهم بينما لو نعود إلى تراثنا الأصيل وخصوصا تراث المحتفى به في هذا اليوم العنوان المؤتمر عليه ألا هو إمامنا التاسع الإمام الجوات نجد أنه تطرق إلى العديد من الأساليب وقد سبق غيره أو سبق غيره في بعضها كما سأشير بعد قليل أهمية البحث طبعا يدرس تراث واحد من أئمة أهل البيت ألا وهو الإمام الجوات ولعله هذا الإمام المظلوم الذي كان استشهد في عمر قصير وأعتقد هو من أقصر الأعمة عمرا بعد الزهراء سلام الله عليها يعني الأربعة عشر المعصوم فلم يتسنى له نشر كل مضامين فكرة باعتبار أنه السلطة السياسية قررت أن تدس له السم وقد اختيل كما تعلمون حضراتكم حدود البحث اقتصرت حدود البحث على تراث الإمام وما ورد عنه من سيرة في الروايات وبعض الكتب المعتمدة عندنا مصطلح جدا مهم ورد في هذا البحث يلا وهو الأساليب التربوية فهناك تعريف نظري وهناك تعريف إجرائي لنترك التعريف النظري التعريف الإجرائي الذي سألتزم به في عرض النتائج بعد قليل نشخص هذه الأساليب بالآتي ما تركه الإمام محمد الجواد عليه السلام من تراث وسيرة وأحاديث تؤكد على تنمية القيم التربوية طبعا للمتعلمين لمريدي سواء كانوا من الشيعة أو من غيرهم والتي وردت في المصادر التي اعتمدها البحث الحالي أنتقل الآن إلى الدراسات السابقة لا بد للباحث قبل أن يشرع في بحثه أن يطلع على الدراسات التي سبقته قد لربما تغنيه عن القيام بالبحث أصلا فبعد أن استقصينا استقرائي للدراسات السابقة وجدنا أنه بعض الدراسات تناولت سيرة الأم فمثلا عندنا دراسة القزويني والتي أجريت في جامعة عين شمس بالقاهرة ودراسة القزويني اللي بتضبط عنوانها الفكر الإمامي أو الفكر التربوي لدى الشيعة الإمامية هذه الدراسة تعد من الدراسات المهمة وهو القزويني من دولة الكويت على الدين أمير القزويني وكانت أطروح الدكتورة أجريت في جامعة عين شمس بإشراف أستاذين واحد منهم هو الدكتور مصلح سيد بيومي وهو واحد من الأزهريين المعتدلين والدكتور سعيد إسماعيل علي وهو واحد من التربويين المصريين القادرين سمعتهم جدا طيبة الدراسة الأخرى هي دراسة الموسوي تناولت الفكر التربوي لدى الإمام الصادق عليه السلام واستفدنا من هذه الدراسة في كيفية استقصاء بعض الموارد في سيرة الإمام الجواد وإسقاطها للخروج بالنتائج هناك دراسة أخرى تناولت الإمام الجواد وهي دراسة دلي لكنها بحثت في النشاط السياسي والفكري على نحو الإجمال هناك دراسة أخرى قام بها دراسة فارس تعرضت إلى سيرة الإمام الجواد ومنهجه العلمي فقط وكذلك دراسة سامي التي تطرقت إلى الجهود التربوية والفكرية بمعنى أن جميع الدراسات السابقة لم نجد دراسة منها تطرقت إلى الأساليب التربوية مما يعني الحاجة إلى القيام بهذه الدراسة سأعرض منهجية البحث على عجاله لم أختلف عن زملائي سواء يوم أمس أو صباحا أو الآن التزمنا بالمنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لدراسة هذه الظاهرة وهو الإطلاع على المرويات والإطلاع على سيرة الإمام وعلى أحاديثه للاستنتاجات والخروج ببعض الرؤى الآن ننتقل إلى نتائج البحث طبعا نتائج البحث كانت تتضمن جانبين الجانب الأول تطرقنا إلى نبذة مختصرة عن سيرة الإمام الجواد ولعله هي موجودة لكنه قد يعني البحث هذا سينشر لربما على الأنترنيت فبعض الأشخاص لربما لا توجد لديهم فكرة عن سيرة الإمام لذلك تطرقنا على نحو الإيجاز طبعا الكل يعرف بأنه الإمام ولد في سنة 195 هجرية في المدينة وتوفي أثر شهادته في سنة 220 على يد المعتصم العباسي بعد أن دس إليه السم عن طريق زوجته الآن ننتقل إلى الأساليب ذكرنا في البحث ثمانية عشر إسلوبا لكن لأنه الوقت ضيق وأعتقد السيد مدير الجلسة المحترم حددني بعشرين دقيقة فسأحاول أن أعرض العدد الأكبر من النتائج نأتي إلى النتيجة الأولى أنه الإمام الجواد نرى على الرغم من صغر سنة وقد أسندت الإمام له في عمر مبكر بحدود عمر ثمان سنوات لأن شاهدت يعني كانت 220 كما قدمت بمعنى أنه إمامته تقريبا 18 سنة أو 17 سنة استطاع أن يعد المعلمين والأساتذة مما يعني أنه له غاية جدا مهمة أنه من خلال إعداد المعلمين والأساتذة من الممكن أنه يبقى تراث أهل البيت وتذكر المصادر أنه قام بإعداد أكثر من 110 من الأساتذة والمعلمين ومن أبرزهم علي بن مهزيار وزكريا بن آدم والحسين بن سعيد الأهوازي وأحمد بن أبي عبد الله البرقي وصفوان بن هيحية كما أشار قبل قليل سماحت الدكتور قبل قليل كذلك لم يكتفي الإمام بأن يكون له معلمين من الشيعة بل روى يعني العديد من غير شيعته للبيت من الإمام ومنهم الخطيب البغدادي الذي روى عن الإمام الجواد أحاديث بسنده الخاص هذا الإسلوب الأول الإسلوب الثاني هو إعداد القادة والوكلاء طبعا تعرفون حضراتكم الآن يعني معظم الأكاديميات العالمية والجامعات دائما جعلت في أهدافها أنه مو فقط مثلا تعد الطالب الجامعي في أي كلية في أي تخصص ليكون مختصا بالجانب الأكاديمي بل تطورت هذه الأهداف لإعداد الطالب الجامع ليكون قائدا في المستقبل نجد أن الإمام استطاع رغم الوقت القصير الذي لم يتاح له كما أسلفت قبل قليل استطاع أن يعد العديد من القادة في البلدان الإسلامية كالأهواز وهمدان والسستان والري والبصرة وواسط وبغداد والكوفة وحتى قم وكان الإمام وليس فقط هو حتى من سبقه من أئمة أهل البيت يسمح لهؤلاء القادة أن يتسنموا مناصب في الدولة العباسية فنجد مثلا رح أذكر بعض الأمثلة كنوح بن دارج الذي كان قاضيا في بغداد وبعدها كان قاضيا في الكوفة وكذلك الحسين بن عبد الله النشابوري كان حاكما لبوست وكذلك الحكم بن علي الأسدي وهو من أتباع الإمام الذي كان حاكما في البحرين مما يعني أن الإمام كان يتوجه إلى أعداد القادة موضوع تقسيم العلوم أيضا يعد من الأساليب التربوية التي اتبعها الإمام سلام الله عليه نعرف أنه معظم العلوم الإسلامية كانت حديثة عهد ونحن نتحدث عن القرن الثاني نهايته أو بداية القرن الثالث الهجري فكانت معظم العلوم الإسلامية حديثة عهد وكان موضوع تقسيم العلوم يشغل اهتمام الدارسين في فلسفة العلم والمعرفة نجد أن الإمام قد قسم العلم في حديث معين كما ورد من المصادر المعتبرة قوله سلام الله عليه العلم علمان مطبوع ومسموع ولا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع طبعا أيضا نستنتج من هذا القول للإمام سلام الله عليه أهمية التدوين والكتابة وعدم الاقتصار على العلم المسموع الإسلوب الرابع هو إسلوب الأمانة العلمية نجد أن الإمام كان يحث أتباعه على الالتزام بالأمانة العلمية خصوصا بالنقل وسنذكر الحضراتكم رواية وردت في المصادر أنه قد حضر خلق من الشيعة من كل بلد لينظروا إلى الإمام أبي جعفر مثل ما تعرفون حضراتكم أنه الإمام واحد من الكنية مالته أبي جعفر الثاني فدخل عمه عبد الله بن موسى وكان شيخا كبيرا فجلس وخرج أبو جعفر عليه السلام من الحجرة فقام عبد الله واستقبله وقامت الشيعة وقعد أبو جعفر على كرسي ونظر الناس بعضهم إلى بعض تحيرا لصغر سنه فانددب رجل من القوم فقال لعمه أصلحك الله ما تقول في رجل أتى بهيمة فقال تقطع يمينه ويضرب الحد كان استعجال من عم الإمام في هذا الحكم فغضب الإمام الجواد عليه السلام ثم نظر إلى عمه وقال يا عم اتق الله اتق الله لما أفتيت الناس بما لا تعلم فقال له عمه يا سيدي أليس قال هذا أبوك فقال الإمام عليه السلام يعني الإمام الرضا فقال الإمام عليه السلام إنما سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها فقال أبي تقطع يده للنبش ويضرب حد الزنا لأن حرمة الميت أو الميتة كحرمة الحية فقال صدقت يا سيدي وأنا أستغفر الله نجد أن الإمام كان يحرص على الأمانة العلمية في النقل أيضا موضوع الشجاعة الأدبية نحن نعلم أنه من ضمن الأساليب التربوية التي نشجع في مدارسنا أنه الطلاب يعتنون المنصات ويقرؤون وخصوصا في موضوع الطابور الصباحي في المدارس نجد أن هذا الأسلوب قد تميز به الإمام منذ صغر سنة فهناك مما يروى عنه أن المأمون العباسي قد اجتاز به بابن الرضا لأنه وحده من أسماء الإمام ابن الرضا وهو بين صبيان في بغداد فهربوا سواه فقال علي به فقال له ما لك ما هربت في جملة الصبيان فقال الإمام الجواد عليه السلام ما لي ذنب فأفر ولا الطريق ضيق فأسعه عليك تمر من حيث شئت فقال من تكون فقال أنا محمد بن علي بن موسى بمعنى أن الإمام من صغر سنة كان يمتلك الشجاعة الأدبية وهو أهل بيت العصمة الأسلوب السادس الأسلوب السادس هو الأسلوب الاستقرائي وأيضا اتبعه الإمام في أكثر من موضع وسنرد لكم هذا الموضع وهو النزاع والذي دائما يطرح حتى على المنابر في قضية تسمية النبي الأمي على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فروا الإمام عن هذا الموضوع لرفع اللبس في هذه القضية فقال كذبوا عليهم لعنة الله أن يكون ذلك والله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة فكيف كان يعلمهم ما لا يحسن والله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ ويكتب وإنما سمي بالأمي لأنه كان من أهل مكة نجد أن هذا الاستنتاج هو استنتاج استقرائي اتبعه الإمام في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة أسلوب فرض الفروض أيضا يعد هذا الأسلوب من الأساليب العلمية التي تسعى الآن الأكاديميات والجامعيات على تعويض طلابها وخصوصا في مشاريع التخرج التي تجرى في الجامعات أنه دائما الطالب يفترض فروضا أولية لبحثه نجد أنه أيضا ورد في سيرة الإمام هذا الأسلوب في أكثر من الموضع لكن سنذكر على مسامعكم هذا الموضع وهو أنه روي عن عمر الرجحي قال قلت لأبي جعفر الجواد عليه السلام إن شيعتك تدعي أنك تعلم كل ما في دجلة كل ما موجود في دجلة أنت تعلمه ووزنه وكنا على شاطئ دجلة فقال عليه السلام يقدر الله تعالى أن يفوض علم ذلك إلى بعوضه من خلقه أم لا قلت نعم يقدر فقال أنا أكرم على الله تعالى من بعوضتي طبعا تلاحظ أنه هذا أسلوب من أساليب فرض الفروض سأنتقل إلى الأسلوب الثامن وأختم لأنه الأخوة يعني بدأوا الوقت أيضا أسلوب التنبؤ ورد في أكثر من موضع استخدام هذا الأسلوب التربوي للإمام فقد ورد عن علي بن مهزيار أنه كتب إلى الإمام أبي جعفر الثاني وشكى له كثرة الزلازل في الأهواز وقال له ترى لي التحول عنها أي أنتقل من هذه البلدة فكتب له الإمام لا تتحولوا عنها صوموا الأربعاء والخميس والجمعة واغتسلوا وطهروا ثيابكم وابرزوا يوم الجمعة وادعوا الله فإنه يدفع عنكم فيقول فعنا فسكنت الزلازل أنتقل الآن على عجالة طبعا أسلوب المناظر أيضا هو من الأساليب وكذلك أسلوب كشف المتناقضات وأوردنا في البحث أساليب كثيرة كأسلوب التفسير والتحليل والأسلوب العقائدي وغيرها من الأساليب الكثيرة من أهم الاستنتاجات التي خرجنا منها في هذا البحث أنه تميز التراث العلمي والإنساني للإمام الجواد بالتنوع والعطاء والتأثير في المسلمين وقبل قليل الباحث الدكتور الأسدي ذكر أنه قضية التنمية الاجتماعية وأثر الإمام طبعا تم إحصاء ثمانية عشر أسلوبا تربويا وتعليميا اتبعه الإمام الجواد ركز الإمام على آداب وإخلاقيات كثيرة ركز على أسلوب إعداد الأساتذة والقادة وغيرها التوصيات من أهم التوصيات التي خرج به هذا البحث هو اهتمام التربويين المسلمين يعني ضرورة اهتمامهم بالأساليب العلمية التربوية والأخلاقية التي وردت عن الإمام سلام الله عليه وضرورة تضمين الأساليب التربوية الواردة في نتائج هذا البحث في المناهج المقررة خصوصا إلى طلبة كليات العلوم الإسلامية وأقسام التربية الإسلامية في كليات التربية والتربية الأساسية وضرورة تبني التربويين من قادة ومعلمين للأساليب والمبادئ التي قدمها الإمام في ممارساته والتي كانت نهجا وسلوكا وتضمين الأساليب التربوية في المناهج المدرسية الآن في عراق متعدد فلا بأسا تكون بعض مضامين الإمام في كتبنا المدرسية إلى طلبتنا بالدراسة الأساسية من أهم المقترحات التي خرج بها البحث وهي عنوين لمن سيأتي من بعدنا ليكملوا من الضروري إجراء دراسة لبحث القيم الأخلاقية والاجتماعية التي وردت عن الإمام وكذلك إجراء دراسة لبحث أسس البحث العلمي حقيقة أنا حصية العديد من الموارد التي يتبعها الآن ضمن الباحثون ضمن المنهجية الحديثة قد وردت عن الإمام سلام الله عليه فمن الضروري إجراء دراسة للوقوف على هذه الأسس وكذلك إجراء دراسة لبحث الأثر القرآني في فكر الإمام طبعا هناك مصادر كثيرة تحبيت أعرضها لكن الوقت ضيق أكتفي بهذا القدر وعذرا للسرعة بالإلقاء لأنه حددت بوقت 20 دقيقة ألتمس المعدرة منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحسنتم جناب الدكتور شكر لكم على هذا الإيضاح وهذا البحث وهذا التعدد في الحديث ننتقل إلى المفاتح ومفاتشة الباحث نبدأ بالجهل بالميمنة لأن هناك أيدي مرفوعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للأستاذ الباحث شكرا جزيلا على ما خدمتمه ملاحفة إذا تسمحوا واحدة واحدة شيخنا اثنين في واحدة إن شاء الله إن شاء الله الأولى إنه في إعداد تفضلتهم إنه أسلوب إعداد القادة عند الإمام وذكرتهم نوح بالدراج وهنا نشير فقط إنه بالمراجعة الرجالية الرجل وصلها بأنه عامي فقط إنه استمع الحديث هذا لا يعني أنه تأثر بالأسلوب التربوي للإمام السلام عليكم حقيقة أنا بوده أن يبين الإسلام الباحث ما هو موقفه من تعريف التربية أي تعريف للتربية يختار لأنه كما تعلمون بإشاركهم في النتائج أن هناك خلط ممكن أنه يؤذي المتعلم المتربي بحيث إدخال ما ليس بتربية في مفهوم التربية هذا أيضا كان السؤال موجه لأستاذ الباحث الأسدي أيضا لأنه اختار أيضا هذه القضية أرجو أن يبين أن هناك اختيار لتعريف وحد للتربية أمنحة تعريفة جديدة سنتم جناب الشيخ جناب الشيخ شكرا للباحث الموقر على متانة البيان ورد في ضمني ما تفضلتم به أن أحد الأساليب هو التنبؤ ثم ذكرتم تطبيقا لهذا الأسلوب وهذا التطبيق يحتوي على كرامة من الكرامات الغيبية الخاصة بالمعصوم صلى الله عليه فكيف ذكرتم ذلك سياق الأساليب ونحن غير معصومين كيف يمكننا أن نفيد من هذا الأسلوب وشكرا شكرا شكرا جزيلا بالنسبة سماحة الشيخ لديه سؤال السؤال الأول هو نفس الملاحظات ماشي الأسلوب إعداد القادة وذكرنا نوح ابن دارج وحضرتك ذكرت أنه هذا ليس من الخواص الشيعة أنا الحقيقة نوح ابن دراج بلي نوح ابن دراج فالمصادر أنا اللي اعتمدتها هي شارة لهذا الموضوع فالمصدر اللي أخذت معدة هو أشار أنا أشكرك على هاي الملاحظة لما أكون أعلم بها بالنسبة لتعريف التربية التربية اللي اعتمدناها في هذا البحث أنا طبعا ليس مو هدفي هو تعريف التربية أنا أتحدث عن الأساليب التربوية وقدمتها بأنه الأساليب التربوية كل ما صدر من الإمام وأدى إلى مجموعة من القيم السلوكية اللي أثرت في أتباعها لكن عموما سأجيبك عن مفهوم التربية التربية الآن ينظر لها بحسب منظورنا بأنها تعني التطوير والارتقاء والتنمية الشخصية بمعنى أنه الإنسان حينما يعني يربى بمعنى أنه يصير عدة تطوير ويصير عدة ارتقاء بالجوانب الشخصية طبعا هاي النظرة الإيجابية بالنسبة لسماحة الشيخ الآخر أنا أشكرك على المداخلة أنه حضرتك ذكرت أنه هذا يعني المصداق اللي ذكرناه هو قد لا يدخل ضمن عنوان التنبؤ وإنما هو كرامة نحن حبينا نشير إلى أنه الإمام اتبع هذا الإسلوب ولربما حضرتك تنظر إلى كرامة لكن الآخر وخصوصا غير المتفق ينظر أنه هذا تنبؤ والتنبؤ حدث يعني فلذلك أعتقد بأنه هذا الإسلوب هو اتبع الإمام لأجل حثنا على أنه من الممكن تكون عندنا تنبؤات خصوصا إذا كانت القواعد أو الأسس مالتها بداياتها صحيحة لأن المقدمات كل ما تكون صحيحة تؤدي إلى نتائج صحيحة شكرا جزيلا أكثر على ما تفضلتم به نسأل الله أن يؤفتكم في هذه الأيام في أبحاثكم القادمة شكرا